يحب ان انا اتحدث مع طلابي في بعض النصائح ولو كانت بسيطة في ليلة الامتحان اولا طبعا لا تدع القلق يسيطر عليك او التوتر لان دا يعني عاملين كفيلان انهم يهدموا كل ما قمت به طوال الفصل الدراسي الاول طبعا انت مذاكر من بداية الفصل الدراسي الاول في ليلة الامتحان كل المطلوب منك مراجعة بسيطة على مجمل المنهج كمان تنام مبكرة لان في كتير من الطلاب بيحب ان هم يذاكروا من بالليل لحد بداية الامتحان تاني يوم الصبح وده خطأ كبير جدا لانك بتفقد كمية او جزء كبير جدا من تركيزك داخل الامتحان او لجمة الامتحان اثناء الاجابة على الاسئلة اول ما تبدأ ان شاء الله بالاجابة على الاسئلة تقرأ ورقة الاسئلة القراءة جيدة جدا وتبدأ طبعا تحدد الاسئلة اللي انت لو كان فيه اسئلة اختياري طبعا في امتحان العربي بيقى فيه تختار السؤال اللي انت متأكد تماما تأكد ان انت هتقدر تجاوه وتحصل فيه درجة كبيرة ان شاء الله تعالى كمان انت لو لقيت بعض الاسئلة الصعبة اللي وقفت قدامك يعني برضو متخليش التوتر يسيطر عليك من خلال تلك الاسئلة الصعبة ابدأ بالسهل وان شاء الله مع مرور وقت الامتحان اللي بيبقى طويل وكافي جدا لطبعا الاجابة على الاسئلة ابدأ باجابة الاسئلة البسيطة السهلة قدامك والاسئلة الصعبة او اللي انت شايفها صعبة يعني خلال الاخر بس ما تنساهش ونصيحة اخرى ما تسيبش ولا سؤال من غير اجابة حاول تجاوب على كل الاسئلة اللي موجودة امامك في ورقة الامتحان وتسأل الله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعا